مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذا يبقى الحل دائما غير مستقل حل مغيّة مع أمطار رح تكون راعدية أحيانا على كامل ولاياتنا الشمالية كذلك ممكن تكون في بعض التلوج على المرتفعات الداخلية الشرقية لفوق علوها 1300 متر والرياح رح تبقى دائما قوية نسبيا على السواحيل الوسطى والغربية للوطن نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي توضحنا سحب على معظم ولاياتنا الشمالية حتى على الولايات الجنوبية تفاصيل الوضعية الجوية نهار السبت إن شاء الله نبدأها بحركة الرياح نسجل بإذن الله 60 كم في الساعة للسواحيل الغربية والوسطى 40 كم في الساعة نسجلها على السواحيل الشرقية حتى على المناطق الداخلية الهضابة العليا والأوراس وتلحق 50 كم في الساعة على ولاياتنا الجنوبية رح يكون فيه تطاير للرمال محليا نروح الوضعية الجوية لانتوقعها خلال السبت إن شاء الله الحال يبقى دائما وغيما تبقى تحكي كذلك تكون رعدية أحيانا على كامل ولاياتنا الشمالية كذلك تكون فيه تولوج على المرتفعات الداخلية الشرقية لفوق علوها 1300 متر بالجنوب الحال مستقر على العموم عتى طاير للرمال محليا درجات الحرارة لانسجلها خلال سبيحة السبت إن شاء الله تلحق بإذن الله سفر درجة على البيض نعامة مشرية وبتنا سجلوا درجة واحدة على السطيف خمس درجات على قلمة سبع درجات نسجلوها على الجزائر العاصمة عشر درجات على وهران وعنبان سجلو 16 درجة بعين سلاح 14 درجة على أدرار عشر درجات على تيندوف 21 درجة على إليزي وجنات و24 درجة نسجلوها بعين قزة في ظاهرة السبت إن شاء الله الحال يبقى دائما مغيام كذلك تبقى تحشويش تكون رعدية أحيانا هذا على معظم الولايات الغربية والوسطى حتى على الولايات الشرقية للوطن بالجنوب الأجوار رح تكون مغشاة جسئيا على شمال الصحراء والواحد حتى على منطقة بالشرحة على إليزي جنات مرتفعات الهوغار والتسلي وأقصى الجنوب الجزائري يبقى الحال مستقر على العموم على باقي المدن الجنوبية لكن حيكون فيه تطاير للريمال محليا درجات الحرارة اللين سجلوها خلال ظاهرة السبت إن شاء الله رح تلحق بإذن الله حوالي 25 درجة سجلوها على منطقة عين سلاح 24 درجة بأدرار 21 درجة سجلوها بتندوف 33 درجة على إليزي وجنات 40 درجة سجلوها بعين قزام 7 درجة فقط على البيض نعامة ومشرية 10 درجة على باتنا 12 درجة سجلوها على منطقة ستيف 15 درجة على قلمة وعنابة حتى على الجزائر العاصمة و6 درجة على وهران وتلمسان حالة البحر النهر السبت إن شاء الله البحر بإذن الله رح يكون مطاربي لها يجعل كامل السواحل الوطنية الرياح رح تكون جنوبية غربية إلى غربية بالسواحل الغربية وتقدر تلحق سرعتها 70 كم في الساعة الرياح بالسواحل الوسطى ستكون غربية كذلك تقدر تلحق سرعتها 70 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية الرياح رح تكون غربية تتراوح سرعتها ما بين 30 حتى 50 كم في الساعة علون موجة إن شاء الله رح نسجل أربع أمتار ونص بالسواحل الغربية أربعة أمتار بالسواحل الوسطى وتقدر تلحق حتى ثلاث أمتار كذلك على السواحل الشرقية رؤيا إن شاء الله ستكون متوسطى على طول الشريط الساحلي قبل ما نختم نرشتنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولايات البوليدة الحال بها خلال يامات القليلة الجاية إن شاء الله نهر السبت الحد وثني الحال يبقى دائما غير مستقبل الأجوار ستكون مغيمة مع أمتار رعدية كذلك درجات الحرارة الدنيا تبقى منخفضة خلال الصباحة تتراوح ما بين 16 درجات خلال الصباحة وتكون ما بين 16 أو 16 درجة خلال الدهيرة ريح فيها نسجل حوالي 35 كم في الساعة والرطوبة تقدر تلحق حتى 70% كالعادة نختم نرشتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقس النهر السبت والله أعلم نشكركم على المتابعة في أمان الله